بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب إغاثة اللاثان في مصائد الشيطان الإمام بن القيم التوزية رحمه الله الدست الثامن والتسعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أسلام أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن كيده وتلاعبه ما تلاعب بعباد النار حتى اتخذوها آلهة معبودة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه إجمعين من كيد الشيطان لبني آدم وتلاعبه بهم ما زين لأمة من الأمام عبادة النار وهم المجوس الذين يعبدون النار والعياذ بالله النار المحرقة المهلكة التي لا تنفع وإنما تضر ولا تنتج ما تنتج شيئا من على هذا يعبدون وعلى هذا أمة عظيمة من الفرس المجوس فهذا من كيد الشيطان وتلاعبه ببني آدم وإلا ماذا في النار من النفع وماذا فيها من الإنتاج بل هي عدوة لبني آدم فزين لهم الشيطان أنهم عبدوه ومن كيده وتلاعبه ما تلاعب بعباد النار حتى اتخذوها آلهة معبودة وقد قيل إن هذا كان من عهد قابيل كما ذكر أبو جعفر محمد بن جرير أنه لما قتل قابيل هابيل وهرب من أبيه آدم عليه السلام أتاه إبليس فقال له إن هابيل إنما قبل قربانه وآكلته النار لأنه كان يخدمها ويعبدها فانصب أنت أيضا نارا تكون لك ولعقبك فبنى بيت نار فهو أول من نصب النار وعبدها قال الله جل وعلا واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل الله منه لا أقتلنك فقال المتقبل منه إنما يتقبل الله من المتقين فحسده على ذلك وقتله والعياذ بالله في حيات أبيهم آدم عليه السلام قتل هابيل قابيل عند هذه المسألة المسألة وسبب ذلك الحسد حسده على أن الله تقبل منه وكان في وقتهم إذا تقبل الله الصدقة إذا تقبل الله الصدقة تنزل نار من السماء فتحرقها هذه علامة القبول والذي لا تأكله النار هذا مردود على صاحبه تتل عليه من أبا ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا يعني تصدق بصدقة مالية فتقبل من أحدهما بأن نزلت النار وأكلت صدقته ولم تأكل صدقة أخيه هابيل قال لا أقتل منك باب الحسد فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين فطوعت له نفسه الحاسد طوعت له نفسه قتل أخيه قتل أخيه الذي تقبل الله منه فقتله فأصبح من الخاسرين والعياذ بالله أصبح من الخاسرين هذه قصة هابيل وقابيل ثم لما قتله كان أول قتيل ابن آدم واقت حيلته ماذا يفعل بجثته ماذا يفعل بجثته فبعث الله غرابا طائرا غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه الغراب مات معه غراب فحفر له في الأرض ودفنه فتعلم ابن آدم هذا العمل بالميت وهو دفنه في الأرض قال يا ويلة عجزت أن أكون مثل هذا الغراب وهو واري سوأة أخي فأصبح من النادم سأل الله العافية من الخاسرين ومن النادمين جراء فعلته القبيحة كان هو أول من سن القتل في الأرض وكل ما قتلت نفس ظلما وعدوانا إلى يوم القيامة فإنه يناده قصق من إثنها لأنه أول من سن القتل العدوان فهذا كزاء هو العياذ بالله ذكر أبو جعفر محمد بن جرير أنه لما قتل قابيل وهابيل وهرب من أبيه آدم عليه السلام أتاه إبليس فقال له إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النار لأنه كان يخدمها ويعبدها فانصب أنت أيضا نارا تكون لك ولعقبك فبنى بيت نار حسدا له لما تقبل الله منه ولم يتقبل من الآخر الذي هو القاتل حسد فقتله فكان أول من سن القتل العدوان في الأرض وكل نفس تقتل إلى يوم القيامة يناله قصط من إثمها لأنه أول من سن القتل كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وصل نعم وسرى هذا المذهب في المجوس فبنوا لها بيوتا كثيرة نعم فأيضا لما قتل هابيل قابيل لما قتل قابيل هابيل أو العكس هابيل قتل قابيل لما قتل هابيل قابيل قابيل زين له الشيطان عبادة النار بعد القتل زين له عبادة النار فإنها هي التي أكلت قربان أخيه وتقبلته تقبلت قربان أخيه وأكلته فصارت آلهة بزعمه فسنى هذه السنة القبيحة عبادة النار وورث ذلك عنه المجوس نعم وسرى هذا المذهب في المجوس فبنوا لها بيوتا كثيرة واتخذوا لها الوقوف والسدنة والحجاب فلا بنوا لها بنايات للنار وجعلوا لها سدنة وأوقفوا عليها أوقافا تدر عليها وتعمرها والعياذ بالله فكان عليه إثمها وإثم كان عليه إثمها وإثم من عمل بها نعم واتخذوا لها الوقوف والسدنة والحجاب فلا يدعونها تخمد لحظة واحدة نعم يوقذون بنولها وجعلوا يوقذونها دائما وابدا لا يتركونها تطفأ نعم فاتخذ لها أفريدون بيتا بطوس وآخر ببخارا واتخذ لها بهما بيتا بسجستان بهما واتخذ لها بهما بيتا بسجستان واتخذ لها أبو قباذ بيتا بناحية بخارا واتخذت لها بيوت كثيرة وعباد النار في جهات كثيرة لأن الشيطان زين لهم ذلك وغرهم والعياب بالله نعم وعباد النار يفضلونها على التراب ويعظمونها نعم يعظمون النار على التراب مع أن التراب أعظم منها وأنفع منها التراب ينبت والتراب طهور طهر به فهو أحسن منها ينتج التراب ينتج أما النار إنها تحرق ولا تنتج شيئا نعم وعباد النار يفضلونها على التراب ويعظمونها ويصوّبون رأي إبليس نعم وبئس الرأي نعم وقد رمي بشار ابن برد بهذا المذهب لقوله في قصيدته الأرض سافلة سوداء مظلمة والنار معبودة مذكانة النار الشار ابن برد هذا شاعر شاعر فحل في وقته وهو أعمى ولكنه شاعر يجيد الشعر وله ديوان معروف وهو القائل لما غزوا مرة خرج معهم فقال كأن مثار النقع فوق رؤوسنا ليل تهاوى كواكبه هو أعمى لا يشوف النجوم ولكن يتصورها كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسياه وقد رمي بشار بن برد بهذا المذهب لقوله في قصيدته الأرض سافلة سوداء مظلمة والنار معبودة مذوكبه فهو يفضل النار على التراب فضل النار على التراب فقد أخطأ في ذلك فالتراب أحسن من النار التراب ينتج وينبت وهو طاهر وأما النار فإنها تحرق ولا تنتج شيئا نعم ويقول يثني على هذا والنار معبودة مذكانة النار قبحه الله نعم ويقولون إنها أوسع العناصر خيرا وأعظمها يعني يقولون عباد النار يقولون إنها أوسع العناصر خيرا أكثر العناصر خيرا من أين لها الخير إنما هي تتلف الخير وتتلف كل شيء والعياذ بالله نعم ويقولون إنها أوسع العناصر خيرا وأعظمها جرما وأوسعها مكانا وأشرفها جوهرا وألطفها جسما ولا كون في العالم إلا بها ولا نمو ولا انعقاد إلا بممازجتها كما يصفون بها النار أوصاف جيدة يصفون بها النار ويروجون لعبادتها والعياذ بالله نعم ومن عبادتهم لها أن يحفروا لها أخدودا مربعا في الأرض ويطوفون به نعم يحفرون لها أخدودا يعني يحفرون لها حفرة معترضة ممتدة ويجعلون فيها النار تتوقد ويطوفون بها كما يطافوا ببيت الله العتيق نعم وهم أصناف مختلفة فمنهم من يحرم إلقاء النفوس فيها وإحراق الأبدان بها المجوس طوائف مختلفة أشدهم هؤلاء الذين يلقون فيها الناس ويلقون فيها أولادهم ويلقون فيها أموالهم نعم وهم أصناف مختلفة فمنهم من يحرم إلقاء النفوس فيها وإحراق الأبدان بها وهم أكثر المجوس وطائفة أخرى منهم من تبلغ بهم عبادتهم لها إلى أن يقربوا أنفسهم وأولادهم لها وهؤلاء أكثر ملوك الهند وأتباعهم نعم ولهم سنة معروفة في تقريب نفوسهم وإلقائهم فيها فيعمد الرجل الذي يريد أن يفعل ذلك بنفسه فيعمد فيعمد الرجل الذي يريد أن يفعل ذلك بنفسه الذي يريد أن يلقي نفسه في النار عبادة لها وتقربا لها تقرب إليها بنفسه والعيد بالله نعم فيعمد الرجل الذي يريد أن يفعل ذلك بنفسه أو بولده أو حبيبه فيجمله ويلبسه أحسن اللباس وأفخر الحلي ويركب أعلى المراكب وحول المعازف والطبول والبوقات فيزف إلى النار أعظم من زفافه ليلة عرسه حتى إذا ما قابل أعظم من زفافه ليلة عرسه حتى إذا ما قابلها ووقف عليها وهي تأجج طرح نفسه فيها فضج الحاضرون ضجة واحدة بالدعاء له وغبطة على ما فعل فلم يلبث إلا يسيرا حتى يأتيهم الشيطان في صورته وشكله وهيئته لا ينكرون منه شيئا يأتيهم بالرؤية يأتيهم بالرؤية نعم حتى يأتيهم الشيطان في صورته وشكله وهيئته لا ينكرون منه شيئا فيأمرهم بأمره ويوصيهم بما يوصيهم به ويوصيهم بالتمسك بهذا الدين ويخبرهم أنه صار إلى جنة ورياض وأنهار وأنه لم يتألم بمس النار له فلا يهولنهم ذلك ولا يمنعنهم عن أن يفعلوا مثله ومنهم زهاد وعباد يجلسون حول النار صائمين عاكفين عليها ومن سنتهم يجلسون حولها عبادة لها تقربون إليها بجلوسهم عند النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود ومنهم زهاد وعباد يجلسون حول النار صائمين عاكفين عليها ومن سنتهم الحث على الأخلاق الجميلة كالصدق والوفاء وأداء الأمانة والعفة والعدل وترك أضدادها حتى تتقبلهم النار تطهرون بالأخلاق طيبة وليجل أن تتقبلهم النار نعم ولهؤلاء شرائع في عبادتها ونواميس وأوضاع لا يخلون بها فصل نعم ومن كيده وتلاعبه تلاعبه بطائفة أخرى تعبد الماء من دون الله نعم انتهينا من هؤلاء عبادة النار وما يفعلون نعم ثم انتقل إلى طائفة أخرى من المشركين نعم فصل ومن كيده وتلاعبه تلاعبه بطائفة أخرى تعبد الماء من دون الله وتسمى الحلبانية نعم وتسمى الحلبانية نعم وتزعم أن الماء لما كان أصل كل شيء وبه كل ولادة ونمو ونشوء وطهارة وعمارة وما من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى الماء فكان حقه أن يعبد بسم الله العالمين ومن شريعتهم في عبادته أن الرجل منهم إذا أرى من ترك عبادة الله من ترك عبادة الله ابتلي بعبادة هذه الأشياء فهذا خذلان من الله عز وجل من ترك عبادته فإنه يعبد كل شيء يعبد كل شيء لأنهم يخترعون الآلهة من عندهم وكل له رغبه وكل له ذوق وكل له نعم وما من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى الماء فكان حقه أن يعبد ومن شريعتهم في عبادته أن الرجل منهم إذا أراد عبادته تجرد وستر عورته ثم دخل فيه حتى يصير إلى وسطه فيقيم هناك ساعتين أو أكثر بقدر ما أمكنه ويكون معه ما يمكنه أخذه من الرياحين فيقطعها صغارا فيلقيها فيه شيئا فشيئا وهو يسبحه ويمجده فإذا أراد الإنصراف حرك الماء بيديه ثم أخذ منه فيضعه على رأسه ووجهه وجسده ثم يسجد وينصرف فصل ومن تلاعبه تلاعبه بعباد الحيوانات فطائفة عبدت الخير وطائفة عبدت البقر وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات وطائفة تعبد الشجر وطائفة تعبد الجن كما قال سبحانه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يعبدون الجن يعني الشياطين نعم وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم وقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون نعم وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ويوم يحشرهم فيقولوا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يعني أضللتم الإنس وأخرجتموهم عن طاعتي وعبادتي يعاتبهم سبحانه وتعالى نعم وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض استمتع بعضنا ببعض فالجن استمتعوا بالإنس في أن عبدوهم وعظموهم والإنس استمتعوا من الجن بأن نالوا على أيديهم بعض المنافع غرورا تغريرا بهم استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها نعم قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم يعني قد استكترتم من إضلالهم وإغوائهم قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم أضللتم منهم كثيرا فيجيبه سبحانه أولياؤهم من الإنس بقولهم ربنا استمتع بعضنا ببعض يعنون استمتاع كل نوع بالنوع الآخر فاستمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم فيما يأمرونهم من الكفر والفسوق والعصيان فإن هذا أكبر أغراض الجن من الإنس فإذا أقل الذين هم الشياطين نعم فإن هذا أكبر أغراض الجن من الإنس فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطوهم مناهم إبليس كان من الجن كما ذكر الله كان من الجن ولكنه كان مع الملائكة وكان مشهورا بالعبادة والزهد إلى أن حسد آدم عليه السلام حسد آدم على ما أتاه الله من الفضل والخير حسده فكفر بالله عز وجل بسبب ذلك نعم فاستمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم فيما يأمرونهم من الكفر والفسوق والعصيان حسد آدم لما قال الله جل وعلا للملائكة اسجدوا لآدم يعني سجود تحية وكان سجود التحية معروفا إلى إلى صدر الإسلام سجود التحية معروف اسجدوا لآدم يعني سجود تحية فسجدوا الملائكة سجدوا طاعة لله تحية لآدم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين في الآية الأخرى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وعندهن النار أحسن من الطين والعكس هو الصحيح الطين أحسن من النار لأن الطين يمذك وينتج وينتفع به ويبنى وينتفع به منافع كثيرة أما النار فليس فيها نفع إنما تحلق فقط تهلق فلا مقارنة بين النار وبين التراب والطين نعم فاستمتاع الجن بالإنس ويقولون أول من قاس إبليس أول من قاس إبليس اللي ينكرون القياس وهم الظاهرية يقولون لأن أول من قاس إبليس لعنى الله وهذا القياس باطل نعم فاستمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم فيما يأمرونهم من الكفر والفسوق والعصيان فإن هذا أكبر أغراض الجن من الإنس فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطوهم مناهم واستمتاع الإنس بالجن أنهم أعانوهم على معصية الله تعالى والشرك به بكل ما يقدرون عليه من التحسين والتزيين والدعاء وقضاء كثير من حوائجهم واستخدامهم بالسحر والعزائم وغيرها فأطاعهم الإنس فيما يرضيهم من الشرك والفواحش والفجور فأطاعتهم الجن فيما يرضيهم من التأثيرات والإخبار ببعض المغيبات فتمتع كل من الفريقين بالآخر وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين لهم كشوف شيطانية وتأثير شيطاني فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن وإنما هم من أولياء الشيطان أصحاب الخوارق أصحاب الخوارق الضالة والفاسدة هم من هذا النوع خوارق شيطانية فالخارق للعادة الخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة وإن جرى على يد عابد فهو كرامة وإن جرى على يد الشيطان فهو تغرير وخذلان واستدراج وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين لهم كشوف شيطانية وتأثير شيطاني فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن وإنما هم من أولياء الشيطان استرقون السمع إلا سمعوا كلمة من الملائكة نزلوا وأعطوها للكاهن ألقوها على الكاهن من الإنس والكاهن يكذب معها مئة كذبة ويصدقه الناس بسبب الكلمة التي سمعت من الملائكة نعم فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن وإنما هم من أولياء الشيطان أطاعوه في الإشراك ومعصية الله والخروج عما بعث به رسله وأنزل به كتبه فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بكثير من المغيبات والتأثيرات واغتر بهم من قل حظه من العلم والإيمان فوالى أعداء الله وعادى أولياءه وحسن الظن بمن خرج عن سبيله وسنته وأساء الظن بمن اتبع سنة الرسول وما جاء به ولم يدعها لأقوال المختلفين وأراء المتحيرين وشطحات المارقين وترهات المتصوثين والبصير الذي نور الله بصيرته بنور الإيمان والمعرفة إذا عرف حقيقة ما عليه أكثر هذا الخلق وكان ناقداً لا يروج عليه الزغل تبين له أنهم داخلون تحت حكم هذه الآية وهي منطبقة عليهم فالفاسق يستمتع بالشيطان بإعانته له على أسباب فسوقه والشيطان يستمتع به في قبوله منه وطاعته له فيسره ذلك ويفرح به منه والشيطان يستمتع به في قبوله منه وطاعته له فيسره ذلك ويفرح به منه والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به وعبادته له ويستمتع هو بالشيطان في قضاء حوائجه وإعانته له ومن لم يحط علما بهذا لم يعلم حقيقة الإيمان والشرك وسر امتحان الرب سبحانه كل من الثقلين بالآخر ثم قالوا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو يتناول أجل الموت وأجل البعث فكلاهما أجل أجله الله تعالى لعباده وهم الأجلان الذان قال الله فيهما قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم قالوا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو يتناول أجل الموت وأجل البعث فكلاهما أجل أجله الله تعالى لعباده أجل الموت وأجل البعث نعم أجلا فكلاهما أجل أجله الله تعالى لعباده وهم الأجلان الذان قال الله فيهما قضى أجلا وأجل مسمى عنده وكأن قضى أجلا بالخلق والإيجاد وأجل مسمى عنده وهو أجل البعث والنشور نعم وكأن هذا والله أعلم إشارة منهم إلى نوع استعطاف وتوبة فكأنهم يقولون هذا أمر قد كان إلى وقت وانقطع بانقطاع أجله فلم يستمر ولم يدم فبلغ الأمر الذي كان أجله وانتهى إلى غايته فبلغ الأمر الذي كان أجله الذي كان أجله وانتهى إلى غايته ولكل شيء آخر ولكل شيء آخر آخر نعم فقال تعالى النار مثواكم خالدين فيها فإنه وإن انقطع زمن التمتع وانقضى أجله فقد بقي زمن العقوبة فلا يتوهم أنه إذا انقضى زمن الكفر والشرك وتمتع بعضكم ببعض أن مفسدته زالت بزواله وانتهت بانتهائه تجيه العاقبة وهي النار والمقصود أن الشيطان تلاعب بالمشركين حتى عبدوه واتخذوه وذريته أولياء من دون الله فصل ومن تلاعبه بهم أن زين لقوم عبادة الملائكة فعبدوهم بزعمهم ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم ولكن كانت للشياطين نعم عبدو الملائكة قالوا الملائكة بنات الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يقولون بنات الله الله جل وعلا وتقدس يزعمون أنه تزوج من الجن وأن هذه الزوجة أنجبت له أنجبت له هذه الشياطين هذه الشياطين والعياذ بالله نعم ومن تلاعبه بهم أن زين لقوم عبادة الملائكة فعبدوهم بزعمهم ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم ولكن كانت للشياطين فعبدوا أقبح خلق الله وأحقهم باللعن والذن قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يعبدون الجن الذين أمروهم بذلك فهم أطاعوهم هذا عبادة نعم وقال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون نسوا الذكر الذي هو الوحي وكانوا قوما بورا أي هالكين كانوا هالكين لأن من ترك طاعة العنبياء والرسل فهو هالك نعم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا لذلك الموقف القادم لا تستطيعون صرفا ولا نصرا هالكم حيل نعم ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا نعم وهذه الآيات تحتاج إلى تفسير وبيان فقوله سبحانه ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله عام في كل عابد ومن عبده من دون الله وأما قوله كل عابد ومعبود من دون الله نعم وأما قوله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل فقال مجاهد فيما رواه ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه قال هذا خطاب لعيسى وعزير والملائكة نعم وروا عنه ابن جريغ نحوه وأما عكرمه والضحاك والكلبي فقالوا هو عام في الأوثان وعبدتها ثم يأذن سبحانه لها في الكلام فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء قال مقاتل يقول سبحانه أأنتم أمرتموهم بعبادتكم أم هم ضلوا السبيل أم هم أخطأوا الطريق فأجاب المعبودون بما حكى الله عنهم من قوله سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء وهذا الجواب إنما يحسن من الملائكة والمسيح وعزير ومن عبدهم المشركون من أولياء الله نعم ولهذا قال ابن جرير يقول تعالى قالت الملائكة وعيسى للذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم بل أنت ولينا من دونهم وقال ابن عباس ومقاتل نزه الله وعظموه أن يكون معه إله وفيها قراءتان أشهرهما نتخذ بفتح النون وكسر الخاء على البناء للفاعل وهي قراءة السبعة والثانية نتخذ بضم النون وفتح الخاء على البناء للمفعول وهي قراءة الحسن ويزيد ابن القعقاع وعلى كل واحدة من القراءتين إشكان فأما قراءة الجمهور فإن الله سبحانه إنما سألهم هل أضل المشركين بأمرهم إياهم بعبادتهم أم هم ضلوا باختيارهم وأهوائهم وكيف يكون هذا الجواب مطابقا للسؤال فإنه لم يسألهم هل اتخذتم من دوني من أولياء حتى يقولوا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء وإنما سألهم هل أمرتم عبادي هؤلاء بالشرك أم هم أشركوا من قبل أنفسهم فالجواب المطابق أن يقولوا لم نأمرهم بالشرك ولكنهم آثروه وارتضوه أو لم نأمر بعبادتنا كما قال في الآية الأخرى عنهم تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون فلما رأى أصحاب القراءة الأخرى ذلك فروا إلى بناء الفعل للمفعول وقالوا الجواب يصح على ذلك ويطابق إذ المعنى ليس يصلح لنا أن نعبد ونتخذ آلهة فكيف نأمرهم بما لا يصلح لنا ولا يحسن منا ولكن لزم هؤلاء من الإشكال أمر آخر وهو قوله من أولياء فإن زيادة من لا يحسن إلا مع قصد العموم كما تقول ما قام من رجل وما ضربت من رجل فأما إذا كان النفي واردا على شيء مخصوص فإنه لا يحسن زيادة من فيه وهم إنما نفوا عن أنفسهم ما نسب إليهم من دعوى المشركين أنهم أمروهم بالشرك فنفوا عن أنفسهم ذلك بأنه لا يحسن منهم ولا يليق بهم أن يعبدوا فكيف ندعو عبادك إلى أن يعبدونا فكان الجواب على هذا أن تقرأ ما كان ينبغي لنا أن نتخذ أولياء من دونك أو من دونك أولياء فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه أحدها بوجوه أحدها أن المعنى ما كان ينبغي لنا أن نعبد غيرك ونتخذ غيرك وليا ومعبودا فكيف ندعو أحدا إلى عبادتنا إذ كنا نحن لا نعبد غيرك فكيف ندعو أحدا إلى أن يعبدنا والمعنى أنهم إذا كانوا لا يرون لأنفسهم عبادة غير الله تعالى فكيف يدعون غيرهم إلى عبادتهم هذا جواب الفراء هذا جواب الفراء الفراء نعم وقال الجرجاني هذا بالتدريج يصير جوابا للسؤال الظاهر وهو أن من عبد شيئا فقد تولاه وإذا تولاه العابد صار المعبود وليا للعابد يدل على هذا قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فدل على أن العابد يصير وليا للمعبود ويصير المعنى كأنهم قالوا ما كان ينبغي لنا أن نأمر غيرنا باتخاذنا أولياء وأن نتخذ من دونك وليا يعبدنا وهذا أبسط لقول العباس في هذه الآية قال يقولون ما توليناهم ولا أحببنا عبادتهم قال ويحتمل أن يكون قولهم ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أن يريدوا معشر العبيد لا أنفسهم أي نحن وهم عبيدك فكان لا ينبغي لعبيدك أن يتخذوا من دونك أولياء ولكنهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم تواضعا منهم كما يقول الرجل لمن أتى منكرا ما كان ينبغي لي أن أفعل مثل هذا أي أنت مثلي عبد محاسب فإذا لم يحسن من مثلي أن يفعل هذا لم يحسن منك أيضا قال ولهذا الإشكال قرأ من قرأ نتخذ بضم النون وهذه القراءة أقرب إلى التأويل لكن قال الزجاج هذه القراءة خطأ لأنك تقول ما اتخذت من أحد وليا ولا يجوز ما اتخذت أحدا من وليا لأن من إنما دخلت لأنها تنفي واحدا من معنى جميع تقول ما من أحد قائما وما من رجل محبا لما يضره ولا يجوز ما رجل من محب لما يضره ولا وجه عندنا لهذا ألبته ولو جاز هذا لجاز فيه فما منكم من أحد عنه حاجزين ما أحد عنه من حاجزين فلو لم تدخل من لصحة هذه القراءة قال صاحب النظم العلة في سقوط هذه القراءة أن من لا تدخل إلا على مفعول لا مفعول دونه فإذا كان قبل المفعول مفعول سواه لم يحسن دخول من كقوله ما كان لله أن يتخذ من ولد فقوله من ولد لا مفعول دونه سواه ولو قال ما كان لله أن يتخذ أحدا من ولد لم يحسن فيه دخول من لأن فعل الاتخاذ مشغول بأحد فصحح آخرون هذه القراءة لفظا ومعنا وأجروها على قواعد العربية قالوا وقد قرأ بها من لا يرتاب في فصاحته فقرأ بها زيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو جعفر ومجاهد ونصر بن علقمة ومكحول وزيد بن علي وأبو رجاء والحسن وحفص بن حميد ومحمد بن علي على خلاف عن بعض هؤلاء ذكر ذلك أبو الفتح بن جني ثم وجهها بأن يكون من دونك من أولياء في موضع الحال أي ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ودخلت من زائدة لمكان النفي كقولك اتخذت زيدا وكيلا فإذا نفيت قلت ما اتخذت زيدا من وكيل هذا نقاش لغوي نقاش لغوي تركيبات نعم أكمله يا شيخ ما شو بعده فصل ومن تلاعبه يكفي اليوم يكفي فصل ومن تلاعبه نبدأ منه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول قول هابيل لقابيل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ما معنى قوله إني أريد هل قال ذلك على وجه التهديد والزجر نعم يعني ما أريد أن أقتلك ما أريد أن أقتلك ولكن أريد أن تقتلني أنت فتبوء بإثمي وإثمك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله في قوله سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين هل معنى ذلك أن الله سبحانه لا يتقبل من الفاسق صلاته وعمله إنما يتقبل الله من المتقين هذه في مقابل قالها أحد ابني آدم لما حسده أخوه على أن تقبل الله منه ولم يتقبل من القائل فقال إنما يتقبل الله من المتقين يعني وأنت لست من المتقين فلذلك لم يتقبل الله منك فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ورد أنه كان بين آدم ونوح عليهم السلام عشرة قرون كلهم على الإسلام وذكر المؤلف هنا هذا في صحيح البخاري وذكر المؤلف هنا أن قابيل أن قابيل أول من عبد النار فهل بينهما تعارض وأيهما أصح ورد أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام لا ينفي هذا أن يكون فيهم في هذه القرون من ليس على الإسلام من الأفراد لكن الجملة والغالبية أنهم على الإسلام ولا ينفي أن يكون فيهم من هو خلاف ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما تذكره بعض كتب التفسير من أن سبب قتل ابني آدم أحدهما للآخر هو النساء لأنه كان يريد الزواج بامرأة ولكن فاز بها الآخر هل هذا القول صحيح؟ لا أدري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله واتخذوا عليها أي على النار السدنة والحجاب كيف؟ يقول ما معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله عن النار واتخذوا عليها السدنة؟ أي جعلوا تخذوا عليها السدنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل آخر هل يقال بأن أول من أظهر العنصرية أي استحقار الآخر باللون هو إبليس فكل من عنده عنصرية فإن سلفه وإمامه إبليس هل هذا القول صحيح؟ لا أدري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل آخر يقول كان درس الأمس حفظكم الله فيه بيان عن عورة المرأة مع المرأة وأنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة امرأة أخرى إذا كانت المرأة كبيرة في السن وفاقدة لوعيها فهل لأقاربها من النساء أن ينظروا إلى عورتها للحاجة لأجل التنظيف لا يجعلون على عورتها ساترا ويدخلون أيديهم من تحت الساتر وينظفونها نعم لا بد من ساتر على العورة نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا السائل يقول أجد مشقة في القيام لصلاة الليل وأحيانا قد أستيقظ لكنني لا أصلي أو لا أستطيع أن أصلي وقد ورد أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل فهل معنى ذلك أنني أترف قيام الليل حيث إنني لا أواضب عليه لا لا تتركه ولو في بعض الليالي ولعله يطيب لك قيام الليل من بعض الليالي فتستمر عليه كل الليالي نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته إذا كانت مضيعة للصلاة وقد نصحها كثيرا بخصوص هذا الأمر ولكن دون فائدة نعم يجب عليها أن يطلقها يجب عليه أن يطلقها إذا كانت تترك الصلاة متعمدة ولم تتب فيجب عليه أن يطلقها ويبتعد عنها لألا تربي أولادها على ذلك أيضا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله وهذا سائل من خارج هذه البلاد يقول كيف التعامل الصحيح الشرعي مع الزوجة التي لا تريد الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بحجة أن جميع عائلتها في بلاد الكفر فلن تهاجر سؤاله هل يجوز للزوج أن يطلقها لهذا السبب وأن يأخذ أولاده بل يجب عليها أن يطلقها إذا أبت الهجرة فيجب عليها أن يطلقها ويأخذ أولاده نعم فضيلة الشيخ فقكم الله وهذا سائل يقول طوافو التطوع هل لا بد أن يكون سبعة أشواط لا بد ما يصح طواف إلا بسبعة أشواط ما يصح طواف بخمسة أو ستة لا بد إكمال الطواف مثل ركعات الصلاة لا بد من أربع الظهر والعصر والعيشة لا بد هالطواف مثل مثل الصلاة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الجلوس مع من يتعاطى شجرة القات حيث إن هذا يقول منتشر في بلادنا هذا سائل من خارج هذه البلاد أنصحوا وبينوا له فساد هذه الشجرة وآثار هذه الشجرة القبيحة فإذا لم يمتثل فاعتزلوه ولا تجلسوا معه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه طالبة تقول إحدى المدرسات عندنا في المدرسة ذكرت بأن طلاق الغضبان لا يقع ولو كان غضبه يسيرا يدري ما يقول فهل هذا القول صحيح لا هذا قول باطل إذا كان يدري ما يقول ويتصور ما يقول يقع خلاقه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما ما الرأي في اللحوم التي تجلب من خارج هذه البلاد والذبائح التي تجلب من خارج هذه البلاد كالبرازيل وغيرها حيث يكتب عليها أنها ذبحت بالطريقة الشرعية والله هذا محل إشكال هو يوارد من أهل الكتاب والأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل الأصل في ذبائح أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حلوا لكم يعني ذبائح هذا الأصل ولكن ولكن طرأ عليه على هذا الأصل أنهم يذبحون جماعيا يذبحون الطيور جماعيا بآلة حادة تقص رؤوسها جميعا وهذا هو الخلل الذي يحصل في حلها فبعض العلماء توقف عنها توقف بعض العلماء عنها كان الشيخ بن باز رحمه الله في الأول يقول هل يذبائح أهل الكتاب فتحب ولكن لما علم أنهم يذبحون بآلة الطريقة لبحا جماعيا توقف في ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول إذا كان أهل قرية كلهم من الصوفية والمسجد يكون فيه أمورا صوفية فهل لي أن أترك يكون فيه أمور صوفية نعم فهل لي أن أترك صلاة الجماعة مع هؤلاء نعم اجعلوا لكم مصلا خاص صلونا فيه أو تذهبون إلى مسجد ليس فيه ظهور الصوفية وسلطة الصوفية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول العامي هل يجب عليه أن يتعلم العقيدة بالدليل ما يجب عليه لكن عقيدة وعقيدة جماعة وعقارب وآباء لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب تبعت نعم يتبع ما عليه آباءه من العقيدة الصحيحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صفر هل صحيح أن العرب كانت تتشاؤم من هذا الشهر نعم هذا قول أن المراد ولا صفر أي شهر صفر لأنهم كانوا يتشاؤمون به القول الثاني ولا صفر هذا مرض يقول مرض في الباطنية يسمى صفر ويظنون أنه ينتقل ويعدي بنفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة يقول أو كما قال وذكر منها البيت يقول ما معنى هذا الحديث معناه واضح إن قد يخلق الله بعض الأعيان مشؤومة يخلق الله جل وعلا بعض الأعيان مشؤومة بطبعها اجتنبها البيت الدابة الزوجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه إذا كان البيت ما ينزل أحد الله يصاب أو يموت احترق تجنب إذا كانت الزوجة كذلك ما يتزوج أحد الله ويتأثر ويمرض اتركها إذا كانت الدابة كذلك اتركها ابتعد عن الخطر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحري الدعاء عنده يدعو الله لكن يتحرى ذلك المكان ما حكم هذا الفعل هذا بدعه لا يجوز ما يدعى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يسلم عليه عليه الصلاة والسلام وإذا أراد أن يدعو ينصرف إلى طائفة المسجد ويدعو الله يستقبل القبلة ويدعو الله بما يريد لا يدعو عند القبر يعني هذا وسيلة إلى الشرك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أكتب الأذكار الشرعية بورقة ثم أعلقها في عنق ولدي هذه تميمة ما يجوز تعليق التمايم ما يجوز تعليق التمايم على الأولاد ولا على الدواب ولا على البيوت ولكن إذا في الورد الصباحي والمساء تورد على نفسك وعلى أولادك وعلى أموالك نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الرقات يطلب من المريض أن يحضر ماء المطر لكي يقرأ فيه وأن هذا ماء مبارك فهل لهذا أصل في الشرع لا ليس له أصل في الشرع إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في أول المطر ويحسر عن رأسه حتى يصيبه المطر ويقول إنه قريب عهد بربه هذا الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أول المطر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما ضابط الجمع لأجل المطر وهل يجمع بين الظهرين لأجل هذا الأمر إذا كان المطر مستمرا مثل الديم المستمر أو كان المطر انقطع ولكن وحل في الطريق وحل في الطريق طين ومياه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء لهذين العذرين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم طلب ملاصقة الأقدام بعضها لبعض في الصلاة في الصدق يعني تلايق اللي بجنبك ما يصلح ولكن تقارب تقارب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حال الأقدام بعضها ببعض حال بين الأقدام فتقارب يعني خلاص يكفي هذا أو لازم ترصق تضيق على من بجانبك أو تؤذيه قد لا يرغب أو أنك فيك شيء يكرهه ولا يرغب أنك تلاصق يعني قرب قرب حسب الإمكان حيث لا يبقى بينكم فرجة لا يبقى بينكم فرجة يتخلل منها الشيطان نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما يذكره بعض الأشخاص وبعض البلاد من أن هناك آثار شخصية للنبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى هذا الوقت هذا كذب هذا كذب وهذا يدعو إلى أن تتخذ هذه الآثار التي يزعمون تتخذ تعبد من دون الله ويتبرك بها لا يجوز لم يبقى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم شيء لم يبقى بعده شيء إلا سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول هل صحيح أن الحلف بغير الله صدقا يقول هو أشد من الحلف بالله كذبا بن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره أي بغير الله بغير الله صادقا لأن الحلف بغير الله شرك أن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرف فبن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا نعم لأن سيئة الشرك سيئة الشرك أشد من سيئة الكذب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بعض الأحيان نسمع أذان المغرب ونحن في الطريق إلى هذا المسجد هل يجوز لنا أن نؤخر الصلاة لنصلي في مسجدكم هنا جماعة ثانية أم أننا نقف لنصلي مع جماعة أخرى نعم يقول في بعض الأحيان نسمع أذان المغرب ونحن في الطريق إلى مسجدكم هل يجوز لنا أن نؤخر الصلاة لنصلي في هذا المسجد جماعة ثانية أم أننا نتوقف ونصلي في المسجد إذا كانت صلاتكم في المسجد القريب منكم تفوت الوقت عليكم استمروا تداركاً للوقت لأن لا يضيع عليكم أما إذا كانت ما تؤثر على الوقت فيستمروا وإلى أن تصلوا إلى هذا المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب الذهب مثلاً بمثل يداً بيد إذا اشتريت ذهباً ثم أبقيته عند البائع ليحفظه لي حتى أنتهي من شراء أغراضي من السوق هل هذا أمر جائز؟ يقبضه 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 وعده وإضبطه ثم أودعه عنده بعد القبض لا بس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الأولى أن أصلي في مسجد جماعته كثيرة لكنني لا أدرك الصف الأول أو أصلي في مسجد صغير أقل جماعة وأدرك فيه الصف الأول كلا أمم متعادلاً متعادلاً هذا الصف الأول وهذا أكثر جماعة تعادلاً والله أعلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح أن من العلاجات الشرعية للعين أنه يأخذ من بقايا طعام من يشك فيه بقايا طعام من يشك فيه لا ما هو صحيح طعام ما هو صحيح تأخذ من باقي طعام نعم فضيلة الشيخ أنت العبرة بوقت الأداء إذا كنت وقت الأداء لست في سفر فإنك تعيدها تامة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز شراء المصاحف وكتب الدعوة من مال الزكاة لا الزكاة مصارفها محلودة لا تخرج عنها إنما الصدقات ألي حصر للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله الله عليم حكيم نعم فضيلة الشيخ ففقكم الله هذا سائل يقول يقول إنه رجل كبير في السن وإن إمام المسجد الذي عندهم يقول عندما يركع يسبح عشر تسبيحات ويقول هذا هو السنة وقد كلمته في ذلك وقلت إن هذا متعب لنا فقال هذه هي السنة ما التوجيه في ذلك توجيه في ذلك يذهبوا إلى مسؤول عن المساجد ويستحوره وينبه عليه نعم فضيلة الشيخ ففقكم الله هذا سائل يقول هل للمأموم أن ينصرف بعد سلام الإمام قبل أن يلتفت الإمام إليهم هل هل للمأموم أن ينصرف بعد سلام الإمام قبل أن يلتفت الإمام إليهم لا أصبر إلى يتم التسليمتان إلى أن تتم التسليمتان ويأتي بالأذكار وإن كان مستعجلا يأتي بالأذكار ويمشي لا بس نعم فضيلة الشيخ ففقكم الله هذا سائل يقول من كان عليه غسل جنابه فهل يجوز له أن يغتسل بالماء والصابون أم أنه يغتسر على الماء فقط لا مانع من ذلك يغتسل بالماء والصابون بالماء والإشنان بالماء والخطن لا بس يستعمل مع الماء مادة منظفة لا بس نعم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا ركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة فهل يتابعه إذا ركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة فهل يتابعه ويركع معه أم يكملها إذا كان يقوت عليه الركوع فيركع ولو ما كمل الفاتحة تكفي قراءة الإمام للفاتحة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله وسائل من خارج هذه البلاد هل يجوز لرجل في أوروبا لم يدرس على العلماء ولم يعرف عنه العلم يقول أن يدير موقعا للدعوة الإسلامية الإدارة سهلة ولكن لا يدرس ولا يفتي ولم يأخذ عن العلماء فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول ما حكم صلاة راتبة بقراءة الفاتحة دون قراءة سورة أخرى الركن قراءة الفاتحة ما زاد عليها فهو سنة إن أتابها فهو أكمل وإن اقتصر على الفاتحة أجزع ذلك فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول يقول أمه أو أمه تأمره بحلق اللحية لتزداد كثافة فهل يجوز له طاعتها في ذلك لا لا يطيعها بذلك هذا منكر وأمه جاهلة لا يطيعها بذلك نعم تكفي اللحية التي خلقها الله ولا يتكلف تكبير اللحية يرضى بما قسم الله له قد يكون خفة اللحية بالنسبة له أحسن نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول هل للمرأة أن تستعمل القلم المصنوع من الذهب لا ما يجوز لا للمرأة ولا للرجل استعمال الذهب أو ما فيه ذهب من القلم والدوات وما أشبه ذلك والأواني ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذا السائل يقول إذا وقعت النجاسة على فرشة فهل يجب أن تغسل جميع الفرشة أم يغسل مكان النجاسة فقط نعم يغسل مكان النجاسة فقط ولا تغسل جميع الفرشة ما يجب هذا ما يجب إذا أرد أن يغسلها من باب النظافة فلا هو ذلك فضيلة الشيخ فقكم الله هذا سائل يقول البول قائما أعزكم الله هل هو أمر محرم لا ليس محرم مكروه مكروه كراه التنزيه وقد بال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف خصوصا إذا كان جلوسه يتلوث إذا جلس يتلوث ثوب فإنه يبول قائما هذا عذر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه امرأة تقول إنها مصابة بمرض نفسي شفاها الله تقول زوجها يطلبها للفراش لكنها تمتنع أحيانا بسبب مرضها هذا فهل عليها من حرج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر